أسعد الله أوقاتكم مشاهدين كرام وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم صوتكم رح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع وفيديوهات وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تشوفوها في أسفل الشاشة حتى تططونا أراءكم بالمواضيع اللي احنا نعرضها من انتوا صورتوها ونشرتوها أو بالمواضيع اللي انتوا تريدون تحشون بها أرقام برنامج لتشوفوها أسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج على واحد من ذن الأرقام تقدرون تزلنا رسالة أتمنى تكون رسالة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نقراها بالدقائق الأخيرة ونعرف من اللي كتابلنا ومن وين جتنا الرسالة نبدأ حلقة اليوم مشاهدينك كراموا أول ملف وياني هو ملف انتخابات مجالس المحافظات والدعايات الانتخابية ولعب المرشحين على أوجاع المواطنين وما أن انطلقت الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات بالعراق حتى متلقت الشوارع بآلاف الصور المرشحين ومعودهم المكررة وترتفع أسعار بطاقات الناخب الألكتروني تدريجياً ببورصة الانتخابات وفي بورصة شراء أصوات الناخبين كل ما ينتخب موعد انتخابات بالعراق بحسب ناشطين رغم التطمينات اللي تبعث بها مفوضية الانتخابات إلا أنه كثرت الحديث المتداول بالوقت الحالي عن شراء أصوات الناخبين صار يخيم على المشهد الانتخابي بالتزامن ويتداول صورت بين حدوث شجارات بين مختلف الناس على الأصوات وربما أسعارها بالمؤتمرات الانتخابية في هذه السياق صارت مواقع التواصل الاجتماعي الضج بصور تراشق الحشود بالكراسي من الحضور خلال تواجدهم لدعم مرشحهم في بغداد لانتخابات مجالس المحافظات بوقت تتكرر به مثل هذه المشاهد حتى صاروا يسموها العراقيين بمعركات ذات الكراسي بشكل تهكمي دعونا نشوف هذا الفيديو اشتركوا في القناة هذه معركات ذات الكراسي منثل ما يسموها العراقيين بشكل تهكمي تخيلوا هذه الصور اللي دع شوفوها الآن هو يجيك واحد يقول لك أنا مرشح وتعالوا يا ناس أنا أريد أحصص صوتكم ويبدون الناس يتعاركون ببيناتهم وتشامرون بالكراسي ويضاربون والعالم تصور والإعلام يصور والقنوات تنشر وتبث وهذا منظر الناخبين والمرشحين والحمايات بالإعراق صارت مشكلة الانتخابات خصوصا انتخابات مجالس المحافظات اللي من المفترض أن تقام في الشهر المقبل صارت بها هواية من المشاكل بها هواية من الخروقات بها هواية من قضايا استغلال المال العام يعني استغلال المال العام والمناصب من أجل الترويج إلى مرشح ما هي جريمة بالقانون العراقي لكن هي موجودة توزيع أموال من المال العام هي جريمة لكنها موجودة حتى مولدات كهربائية قاموا يوزعون هذا الشيء اللي تسبب بحالة من الصخط بين المواطنين لعدم السيطرة على ضبط إيقاع الدعايات الانتخابية اللي ده صير بين فترة وفترة بهذا المكان وذعك المكان اللي صار شنو راح نطلع لكم مرشح هذا المرشح اسمه لؤي الناصري هو زوج النائبة نورس محمود العيسى هذا المرشح اللي راح تشوفوا الآن عن تحالف تقدم بمحافظة إدياله اتخيلوا هذا المرشح شنو قدموا عود للحشود اللي قاعدين قداما بالقاعة اللي هو ده يطلب من عندهم أنه يصوتوا له كارت موبايل أبو الخمسة آلاف ومعطر سيارة سعر ألف دينار هذا في حال صوته له تعالوا نشوف رابعكم أهلكم ناسكم أصدقائكم تقدرون عليها تريدون كارتات هاي كارتات موجودة نوزع لكم المحطرات والسيارات على مد من تطلعون أصدقائكم أهلكم ناسكم برايبكم تعلقون بالسيارة المحطرات سنوزع لكم كارتات هاي موجودة ونريد همتكم همتكم أخوتي 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 فأنا بالنسبة لي أطلب من أدكم تغب أخوي هذا لؤين ناصري تخيل لؤين ناصري لما يطلع ويقولهم أنا أريدكم تنتخبوني وأنا أريد أصير أضو مجلس محافظة عن تحالف تقدم منه يتزعم رئيس مجلس النواب اللي سعبة والعصانة من عنده واللي أقاله تخيلوا هذا لما يطلعوا يقولهم أطيكم كارت موبايل ومعطر سيارة بألف دينار والشعب العراقي بطالة كهرباء ما عنده ماء ما عنده الشباب عطال عن العمل الخريجين ما دايقون وظائف اللي يردون يقدمون على الدراسات وعليا ما يلقون مقاعد الأطفال يشتغلون مدارس ماكوا مناهج تدريسية ماكوا خدمات ماكوا كل شي ماكوا بالعراق ويجي يقولهم أطيك كارت موبايل ومعطر سيارة أبو الألف زين بلا زحمة أستاذ لؤي بالنسبة إلى الناخب إذا راح وانتخبك هاي دا نحكي في حال إذا راح وانتخبك واللي ما عنده سيارة معطر السيارة شي يسوي بي يبيعوه بالإشارات ما المرور ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع أول تعليق موجود يانا من محمد التميم يقول انتخابات مجالس المحافظة مشروع فساد جديد راح يدمر الشعب عامر البدري والله عيب ثم عيب ثم عيب عليك وأنتم الحضور شلون ساكتين على هذا التصرف المشين الرجل لا ينشر ولا يباع لا ينشر ولا يباع هذا التصرف غير أخلاقي ومصطفى اسماعيل خوش انتخابات وتغيير وجوه أين المفوضية من هذا الشي يا بخت الناخب على هكذا مرشحين ورامي العزاوي شنو هالعقول اللي بيع صوته بمعطر سيارة فاتخيلوا مدى رخص صوت المواطن العراقي وصل إلى أي مدى عد المرشحين وعند من يسمون نفسهم سياسين أبو عمر حياك الله يا أبو عمر حياك الله يا أستاذ أفل المحترم وتحياتي القناة الرافدين وكل سادة المشاهدين الكرام تحياتي والدوم يا غالي أهلاً سلام أستاذ أفل إحنا أكثر من عشرين سنة وما زال الشعب العراقي يعني يعرف هاي سلطة الأحزاب وحكومتها يعني جابوها من الطائفية جابوها من الفجارات جابوها من القتل الهوية جابوها من التهجير جابوها اللي أخلوا شبابنا لحد الآن موجودين بالسجناء جابوها الدخلون داعش جابوها أخذوا ولدنا أعز شباب سووا لهم مقابر جماعية وقتلوهم جابوها أنه شعب أن يطالب يطالب بحق يطالب يعني بخدمات يطالب كل وسائل الحياة جرد أن يكون عايش يعني برفاهية ونعامية قتلوه ما خلوه يضاهر ثورة تشرين أيضاً أهم الظاهرة طالبة حقوق المواطن العراقي طالبة وطن الطالبة بأنه يصير إلى كرامة يصير إلى فدمدة لهذا المواطن اللي أكثر من عشرين سنة تدمر وأكثر من عشرين سنة ما زالت طلطة هاي الأحزاب اللي تواجه هاي شبابنا وعراقيتنا والروح الوطنية اللي عندها فما ممكن أنه تخلق اليوم انتخابات مجالس محافظات بوجود هاي الأحزاب إحنا شبنا من عشرين سنة على مود نشوفها اليوم سلطة الأحزاب وزعمها الميليشيات يحاولون وجوه وجوه احتراماتي يعني إحنا ما نخطأ أنه على هاي الوجوه اللي جايد تصطير وسلطة الأحزاب اللي جايد تخليهم بأنه ذولة ناس هم راح يخدمون للبلد والبلد يستاهل وبختات تستاهل حسب هاي الأعلانات اللي دلشوفها من عندهم فما ممكن هاليوم اللي يريد يسوي شيء زيال يسويه ما ممكن أنه يبدأ إعلانات يبدأ دعايات إحنا ما عدنا فتشيء بالقوة وما عدنا أنه فتشيء الروح لبعدنا الانتخابات لأنه ذولة ناس فاسدين ناس باطلين يعني دلشوف من قيادات أنه دلتكذب على أبناء الناس وابناء شعبنا فما ممكن أن يكذب على أربعين مليون نسمة أنه يحاول يلمهم يلم أصواتهم يسويهم على مدر رعاية الاجتماعية وباقي الأمور طيب ادلوا بيكم خير شوفوا النازحين اللي أكثر من عشر سنين وشباب هذي أحدنا الآن بس يجوهم طيب خلوهم قطوهم العفو العام النازحين رجعوهم لبيوتهم هذول الموظفين سلم والرواتب اللي تحديل الرواتب الجيش العراقي السابق اللي ما حسبتوهم شهداء ما حسبتوهم على أنه دافعوا عن الوطن شنو كراهيتكم للشعب العراقي على مدهسة تريدون أنه الشعب يروح ينتخبكم الشعب كل رفضكم لأنه أنتو ناس ما تمثلونه ما تمثلون أبناء شعبنا وما تمثلون روح العراقية أنتو ناس الشعب العراقي يرفضكم خاطعيا يعني بعد ما أنه يصدق بيكم بعوذكم أكاذيبكم اللي قاعد تبثوها للشعب هاي المسرحيات اللي قاعد نشوفها يضحكم على لفظكم الشعب الآن يعني يتمنى أن يكون إلى ثورة بيها موعد يتكاتون بيها ضد هاي الأحزاب الفاسدة ونتخلص من عدكم شوكتكم انتهت وانكسرت فإحنا عراقيين بعدها نحن ننتخب من عدهم ناس كذابين باطليين وما يصح إلا الصحيح والنصر إن شاء الله بعون الله قادم تستحق هاي الحساب الفاسدة ونعل الله أمريكا اللي جابتهم علينا وحسبنا الله ونعم الوكيل ونسرك التالي شكرا 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 لك برامر حياك الله أبو سمية من الأنبار حياك الله يا أبو سمية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيد الكريم كل أربع سنوات تتكرر المهزلة والانتخابات والدعايات الانتخابية لأعضاء مجال المحاقبات وأعضاء البرلمان يا سيد الكريم لو نظرت إلى الدول التي تعمل بالديمغراطية حق العمل لو وجدت أن البرنامج الانتخابي هو بمستوى الحدث فمثلا كل مرشح جديد لبرلمان أو لرئاسة وزراء أو لرئاسة جمهورية كما يحدث في أمريكا يقدم برنامجا ووعودا تخالف الرئيس الذي قبله يحاول تغيير شيئا يعد المجتمع يحاول فعل شيء يغير فمثلا دراق أوباما عندما قدم حملة الانتخابية تعاهد للناس بيرجاع القوات المحتلة من العراق إلى أمريكا فهذا أمر يخص العامة أما أن تأتي أيها الوضيع فتقدم بطاقات رصيد للجوال وتقدم هدايا بسيطة تشتري بها أصوات الناخبين هذه ما زالت تليق بكم أما وعودكم فقط أكل عليها الدهر وشبب لأنها أصبحت جوفاء ومتى تنفذون هذه الوعود سنة أو سنتين مرت عشرون سنة والوعود لم تنفذ الغريب يا سيدي في هذا العمر أنا تعجب من الحملات الانتخابية سرى بعض الناخبين يتقاتلوا من أجل المرشح يا سيدي الكريم يا سيدي الناخب يا من تتقاتل وتتعارك وتتشابق بالأيدي في جلسات الانتخابات هذا الذي تتقاتل من أجله يستطيع ويبيعك بأي ثمن لأنه هدفه الأول هو الكرسي وشكرا لكم شكرا لكم سمي يعتبر تزايد عدد العمال الأجنبية الغير منظمة تحدي جديد للاقتصاد العراقي أو تحدي شبير للاقتصاد العراقي هذا يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بين الشباب العراقي والعمال الوطنية وخروج مبالغ مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة من البلاد إلى البلدان الأصلية لهؤلاء العمال إضافة عن استغلال التحويلات المالية الخاصة بالعمال الأجنبية باستحداث وسائل جديدة من قبل شبكات غسل الأموال تعتبر الأموال الخارجة من العراق كتقديرات أو كتحويلات مالية للعمال الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار سنويا حسب تقديرات غير رسمية إضافة الرواتب العالية التي يتقاضوها معظم العاملين الأجانب بالشركات النفطية وغيرها من الشركات التي تشتغل بالعراق بشكل غير مبرر حسب تفرحات رسمية زيني صار نحون هذا الشكل غير مبرر بس ما يكافحوا على الرغم أن الحكومة أعلنت حزمة إجراءات لأصحاب الشركات الأهلية بالبلاد حتى يصححون الوضع القانوني للعمال الأجنبية بشركاتهم هذه خطوة على أساس تهدف إلى تحجيم أعداد العمال الأجنبية بالعراق وينطوم فرصة إلى العمل للعمال العراقيين أو للعمال الوطنية لكن الحكومة بنفسها متهمة بتفضيل العمال الأجنبية خصوصا الإيرانية بالحقول النفطية هذا اللي أكده عامل بعد تعرضه هو ورفاقه إلى الطرد وتوظيف عمال من إيران بدل عنهم في حقول نفط وغاز عراقية واللي توظف آلاف الأجانب بالوقت اللي هاجر به أبناء العراق حتى يلقون فرصة عمل بلدان الاغتراب ورى ارتفاع معدلات البطالة تعالوا نسمع شركة شسمها شسمها بأرد ذهبي قردوا هذا الكادر كله العراقي بقوله كله انطرد يعني كله انطرد وجابه وإيراني يعني من لحامين من كوهسرشية من عمال كلها طردوها وجابه وإيراني اليوم تي لو بس بالانتقرد تردون لانتخابكم شباب بعد ما وصيتهم بالقربات وهاي الترتيبات كلها ولح حدي راسلني من جماعة الانتخابات قللي سويلي إعلان لو سويلي فارتشيل انتو لابسط الحقوق مالتنا ما منطينا إياها أنا صلي سنتين قاعد بالبيت تالي ما تالي اشتغل ستة أيام يجيلي إيراني خيس ابن خيس بايقين الدين مالتنا شنو انتو عمال عراقيين ما تحشون يعني ما تقولون ما حد يحشي لحشانة بأبعينها يا خير لو كلمان يريد مصلحته فني لحيم وقاطع أو فني قاطع كوسرة تجيب ببدا لإيراني ليش لزمة الإيراني للكوسرة أفضل من الشاب العراقي لو فني اللحيم الإيراني يعرف يلحم اللحيم وما يحتاج يدقه بشاكوش حتى يشيل لزيادة ما يبذر خيوط ولدن أريد أسأل السؤال شنو اللي داي يصير بها البلد هذا فنيين يجيبون كل بلدان العالم عدها عمالة أجنبية بس أتعين اللي ما موجودين أستاذ جامعي تخصص نادر مستشار مسؤول عفوا مو مسؤول مسؤول عن جهة معينة في شركة ما مسؤول تسويق في موضوع ما البلد ما يعرف له أكو بعض التخصصات اللي يجيبون بها عمالة أجنبية بس أنت موجب لفنيين إذا فني كوثرة وفني لحيم وفني قطع وواحد يحفر بكرك تجيب بدانهم أجانب الشاب العراقي وين يشتغل زين إيران تقبل تعين فني لحيم عراقي لو فني قطع كوثرة عراقي هذا أنقل السؤال إلى محمد الشيعة السوداني وحكومته على الرغم من تعاحد حكومة محمد الشيعة السوداني أنه تشتغل على حد من البطالة والفقر بالعراق لكن نسبة البطالة بعدها توصل تقريبا ربع القوى العاملة مدن العراق من سنوات بها تظاهرات ومتواصلة الخريجين الجامعات والعاطلين والمهندسين اللي ما لقوا وظائف بسبب عدم وجود رؤية حقيقية يم الحكومة وما كو أي بيئة للعمل أو استثمارات مناسبة للعمل إضافة إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي اللي كلكم تعرفوا خبراء الاقتصاد أكدوا أنه عداد عاملين الأجانب بالعراق حاليا يتجاوز الأرقام الرسمية اللي تعلن واللي تحاول الحكومة من خلالها امتصاص الغضب الشعبي لأنه توافد العمال عبر المنافذ الحدودية بصورة رسمية أو عبر التهريب متواصل حد هذه اللحظة خاصة عبر الحدود ويا إيران وسوريا وكردستان مثلا ميسان أكدوا مهندسين بحق الحلفاية النفطي والغازي آلاف العمال بعهم نين صين إيران هند ورواتبهم ضخمة بوقت يعاني بهم مهندسون نفط العراقيين من البطالة تعالوا نشوف هذا حق الحلفاية الغازي الثاني الثاني مدري الثانية هذا بميسان هذول العمال اللي تشوفوهم طبعا هم مهنو وصينيين وإيرانيين كل واحد من عدهم راتبة خمسة آلاف أقل شي خمسة آلاف وست آلاف دولار بالقرآن مهندس وياهم وقال لي هاي المعلومات وذولة معبا لكم بس ذولة بالآلاف وكمثلهم هذولة يشتغلون والصينيين جاي بيهم من الصين مساجين جاي بيهم إنا يشتغلون باعوا باعوا العقول اللي تخطط وإحنا العراقيين نايمين بالبيوت قاعدين يراجع الرعاية مية وستين آلاف مية وثمانين آلاف لو بالمساطر ما العمالة يدور شغل يعني العامل الأجنبي عامل راتبة عشرة مليون تقريبا والمواطنة عراقية ما يلقى والمهندس العراقي ما يلقى والخريج العراقي ما يلقى ليش ما عدنا مهندسين نفط ما عدنا ناس تعرف تشتغل لولن موجودين كلهم ما يفتهمون السؤال هذا ينطرح للحكومة وإلى مكتب التنسيق ومكتب التشغيل والنقابات العمال ووزارة النفط وكلها كلها ينسألون هذا السؤال طبعا بالعراق يوجد أكثر من مليون عامل أجنبي يشتغلون بمهم متنوعة ويفضل أصحاب المشاريع الخاصة بمختلف المجالات هذه الشريحة خصوصا الشركات النفط والبصرة لأن المدينة تشهد يوميا توافد شبير لعمال الأجنبية بوفق أبناء المدينة الغنية بالنفط بوقت يعاني بسكانها من البطالة والفقر تشوفوا هذا الفيديو شوفوا الأياد العاملة اللي يهتمهم وصلوا المطار البصرة اللي ينزلوا ويجاوا للبصرة يشتغلون أياد عاملة باكستانين وهنوت هاي هسه حاليا مطار البصرة يا ترى تواصل توافد العمالة الأجنبية للإراق وبعدهم يوصلون بشكل يومي يتطابق ويتصريح حكومة محمد الشياء السوداني أنه هي راح تحد من هذا الأمر وتحارب الفقر وتقلل نسبة البطالة صدام الجوراني يقول النفط مو للشعب والعمل أيضا فما لكم حصة بالنفط ولا لكم الحق باستخراجه هو غير بلد كلما بيوعوا حصصوا موزع على أحزاب الدول محمد الحسناوي وين محافظة البصرة ما يشوف لو ما يدري وين التقليص بالموضوع يعني شباب البصرة بدون شغل والأجانب تشتغل وتاكل بنعمتك وإحنا علينا بس المخلفات والأمراض حسبي الله هو نعم الوكيل أما جعفر الجعفر مع الأسف يوميا وفد من الهنود بالمصفة وشباب البصرة عاطلين عن العمل وماهر السعيدي قول عمي أنتم لحد هسا ما عرفتوا هاي الحكومة جابتها أمريكا وإسرائيل وإيران إلى متى هذا الحجي ستكون أحسن ماكو فايدة حلم العملاء هذا هو لو شعب كل يثور عليهم ماكو حل كان هذا تعليق الناس على هذا الموضوع هو قضية استمرار توافد العمالة الأجنبية للعراق وتقاضيهم رواتب ضخمة بوقت البطالة دات الزايد أبو زينة من النجف حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يساعدك أستاذ أفل أهلا بيك يا الغالي أكو حديث ذو صيلة بس إذا تسمح لي لحظات بسيطة نعم يعني هاي عملية دائما تأخير توزيع الرواتب بالنسبة للموظفين والعاملين في العراق نعم وخاصة شريحة المعلمين والمدرسين يعني هذا مثل ما يقول المعلم شمعة تحترق هذا واقف على الريزلية والدم نازل بريزلية وبالعومة طاق وفكرة طاق حتى يوصل فكرة إلى الطالب ويأخذ إلى ضر الأمان وينجحها دائما محارب ليش ما أدري آخر وزارة تنطل رواتب هي التربية نعم وآخر تربية من المديريات في محافظات العراق كلها هي النجم يعني مثل القطارة أنا أحتي لك اليوم 27 وإحنا رواتبنا لازم يوم 20 بالشهر ولحد الآن مقابضين فلس واحد نعم تروح لأبو التربية يقول لك المحافظة سادة الإشارة تروح للمحافظة يقول لك الوزارة سادة الإشارة واحد يذهبها بحلقة ثانية وناس شدها بين دجالة نعم زين هذه المحاربة المن يعني ما جايفتهم ليش زين وتطلع هاي وزيرة المالية تقول منا إلى نهاية العام هذا الـ 23 أي عطلة أي جمعة ماكو والعمل يستمر إلى 18 بليل تروح للمصارف تلقاها بزودة بيوم العطلة ويوم الجمعة والسبت والشرطة وقفين بره نعم يابا الوزيرة هيتم صبح يقول لك روح بابا روح زين احنا ما ادري يعني دولة شنو لو مش تهاية أنه جناب المدير العام يسد الإشارة حتى اللي مكلفي أو مخليب هذا المنصب يرضون عليه بل كي يحقق ولاية أخرى جديدة على حساب الناس نعم العلاوات والترفيعات والله بهم ناس صار لهم سنتين ما شادي لهم ما لهاي ما عدوا مطلاع بهاي المواضيع نعم بس حايرين نكبول وراك إذا يصير أقل أقل تقصير كل سا جايتك لجنة وكل سا معاق بيك وكل سا وين فلان ووين علان وليش إيش السولاء من الطالمة بحقوقها يقول لك هذا بحث آخر يبحث آخر شنو نعم وأشكرت شكرا 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 لك وزعنا بدون أدنى شك وضع نقاط التفتيش السيطرات صار كابوس للمواطنة عراقي يضاف إلى مجمل الهموم اليومية اللي موجودة على أكتافة على المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي وكله يضاف أيضا إلى حالة الفوضى اللي موجودة بالعراق يضاف أيضا إلى الإرباك المروري بسبب انتشار السيطرات بشكل واسع واللي تعتبر بلا قيمة أو بلا جدوى أمنية إلا أنه زيادة على الجهد الأمني والحكومي بسبب غياب أي ستراتيجية أمنية حقيقية بالتعامل ويفحص العجلات والمركبات وتفتيش الأشخاص والإجراءات الروتينية المعتادة أو الأسئلة الشائعة اللي تسأل من قبل عناصر السيطرات واللي تم حفظها عن ظهر قلب يم المواطن الإراقي اللي مغلوب على أمره ويظاهر تستمرار بعض منتسبي السيطرات باستغلال المواطنين وابتزازهم بشكل علني وبأشكال متنوعة أو بعدم قيامهم بالواجبات الصحيحة وعدم مراعاة الجانب الإنساني فمثلا السيطرات ونقاط التفتيش المنتشرة ببغداد وخارجها تتوالى العديد من التقارير والشكاوى والدلائل على الظهور على تحول هذه السيطرات إلى بوابة فساد تستنزف المواطن وسائقي شاحنات الحمل اللي صارت تصطف بطوابير طويلة على مداخل بغداد والإساعات مستمرة قبل أن يسمح لها بالمرور إلا بعد أن تدفع رشوة أو إتاوة هذا المشهد اللي راح أشوفه من سيطرة الغزالية تعالوا أشوف غالية أربع سائدات الشارع مزدود وجاي والعالم جاي تبشي أشوف أربع سائدات سادين السونار مع الوسفية على بس الدولة الطوب وذاك السونار وهاي شوفه شوفه تعينك هاي من الغزالية النهاية أبو غريب على مداخل السونارات ولازمي لك العالم وصلاعة الإطرالات دقة دقة أو الإطرالة شيري دي لدي يعبر ويخلص من الغزالية يعني من مدخل بغداد الغربي إلى أبو غريب المسافة طويلة مكسيرة أربع سائدات مزدودة والناس تمشي رونكسا أنتو دا تلاحظون كم مخالفة دا السبب السيطرة عالم دا تمشي رونكسايد حتى تقدر تلحق وتوصل شارع مزدود مسببين أزمة مرورية وخانقين الدنيا وازدحام وموقفين السير والمواطن مده يقدر يفوت ورشاوي وبلاوي وهذا كله يقول لك السيطرة موجودة لخدمة المواطن يا ترى السيطرات كانت موجودة لما صارت التفجيرات بالعاصمة العراقية بغداد أو تفجير مول الكرادة مثلا أو غيره وغيره وغيره كثرة ذني السيطرات بدني التفجيرات شنو اللي كان الفائدة من عدهن والسونارات ذني شنو الفائدة من عدهن غير الفيديوهات اللي توالت عن بضائع خربت وعن منتجات فزدت بسبب تأخيرهم على السيطرات والأيام صار المواطن العراقي يخضع إلى اسلوب تعامل مزاجي متخلف غير حضاري من قبل المنتسبين والناس عموما صارت بسبب ما يتعرضون لمن إساءات البعض من منتسبين السيطرات يلا ما نقول كلهم يشعرون أنه أكون نوعية من الاحتقار والذل حشاء اللي يسمعون هو واقع جو تأثير تفتيش ما يسمى الكلاب البوليسية الكي ناين أو يجبرو أن يترجل من سيارته هو وعائلته حتى يخضع إلى تفتيش بممرات خاصة أو خيم تشبه مخيمات اللجوء سائقون شاحنات الحمل اللي يردون يدخلون بغداد من الديالة خصوصا على سيطرة جسر الديالة يتهمون القوات الحكومية اللي توقفوا بهذه النقطة أنه هي فرضة إتاوات على الشاحنات المحملة هاي مفهومة لكن الإتاوة تحسب حسب البضاعة يعني شن الحمولة الموجودة على السيارة هم يقدروها بتقديرات خاصة ويقولون الإتاوة هل قد عددها هذا اللي يتسبب بزحام كبير بوسط مناشدات لعبد الأمير الشمري وزير الداخلي أن يتدخل ويضع حد إلى هاي المافيات حسب قولهم تعالوا اسمع أتمنى من المواطنين اللي داي صورون بالله السيارة الحمل اللي مش عاي لحمل إش قد قيمتها زين السيارة الحمل مثل هاي اللي مجارة مقطورة وراها أو عربة وراها أو حاوية أو هاي شنو قيمة الأتاوة اللي مفروضة عليها حتى الناس تعرف خلوا لائحة وقولوا يا با سيارة الحمل مجبورة تدفع وصل هل قد حتى الناس تفتهم لكن الجماعة هنانا لا بكيفهم بمزاجهم شنو البضاعة هو يقدرها حسب مزاجها ويقول لك أنت تدفع هل قد أبوهما أغلب السيطرات الرئيسية في بوابات ومداخل المدن هي بوابات وشرعنا للرشوة والفساد محمد حيدر الشمري حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم يا ظالمين شنو ذنب هاي العالم الفقرة ليش هيش محاربين محاربين السايق الفقير العايف أهله بسبب العيشة الصعبة محامي عبد العظيم البياتي تنطي تعبر ما تنطي ما تعبر تفرها وترجع هي هيش صارت أو تدري أحمد العراقي سيطرة تازة يأخذون 75 ألف على السيارة ومن تعبر توصل داقوق هم يأخذون 60 ألف الجسر كل شي ما بي هم سادين على مودي بوقون وين الجهات المعنية تعالوا شوفوا البوق علني ناس حرامية علني وضح النهر فكان هذا تعليق أحمد العراقي على فرض إتاوات من السيطرات اللي يعتبروها الناس هي شرعنة للفساد وهي ابتزاز للمواطني لسحب الأموال من جيوبهم لكن اللي إذا نشوفه هنا هي سحب الأموال من ثائقي الحمل والناس شايدة حمل إلى ناس مؤتمنين على بضائع فلما انتفسد البضاعة يا ترى منه يدفع حق البضاعة للتاجر لأن التاجر ما راح يرحم أحد وراح يقول له يعني ما لعلاقة أنا سلمتك بضاعة صاغ سليم أريد هتوصلني المكاني صاغ سليم أنت بنص الطريق خربت بيدك أكو خلل فراح يدفع سايق فأتمنى أن محمد الشعاع السوداني ووزير النقل ووزير الداخلية ووزير الدفاع أن يدخلون ويرحمون الناس نحول إلى قضية هي صارت قضية مؤرقة للشعب العراق لما يشوفون الاعتداءات المتكررة على رجالات المرور بالفترة الأخيرة ويصارت ظاهرة بالعراق بس هي ظاهرة موحة ظارية هي ظاهرة مقلقة وبشعة بهذا البلد العريق ورما تسجلت استفاع ملحوظ بوطيرة هاي الكوارث من دون اكتراث من قبل المعتدين لهيبة الدولة اللي يمثلها رجل المرور بالشارع وبدلتا رسمية وصار مشهد الاعتداء على رجال المرور خلال تأديتهم لواجباتهم هو الجزء من الحياة اليومية للعراقيين وكل يوم العراقيين يشوفون حادثة أو حادثة من هذا النوع في أحد الأماكن هذا كله يصير بظل دوامة الفوضى اللي دي يعيشها العراق بسبب السياسات الخاطئة لإدارة البلد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهواية من المقاطع اللي توثق هاي الاعتداءات مؤخرا وصارت حالة من الاستياء والغضب سائدة بين أبناء الشعب العراقي ورما تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع الفيديو تطلع عنا بمرأة تأتدي باعتداء جديد على شرط مرور ومواطن بالضرب وبأحدى التقاطعات وبوسط العاصمة العراقية بغداد بمشهد مشابه لمشهد اعتداء نسوان اثنين من قرايب واحد من نواب دولة القانون واللي بثينا ببرنامج صوتكم تعالوا نشوف المشكلة لأنه الشرطي هو رجل اللي تنفيذ القانون والمفروض الناس تهابه بس اللي داي يصير انه الناس تأتي داع الشرطة ويقوله الشرطة طب جوه قام الشرطة يخاف من الناس فصار الشرطة يحتاج حماية من الناس بوقت الناس كانت من المفترض هي تروح للشرطة حتى تعتمي بيه هي تروح للشرطة حتى تشتكيله هي تروح للشرطة حتى يحصل لها حقها هي تروح للشرطة حتى يخالف المخالف هي تروح للشرطة حتى يحق الحق بين المخالفين هي تروح للشرطة حتى تقول أنا عندي مشكلة وتعال حلياها أنا مباقيت واريدك تلقالي الحرامي أنا جنطتي مباقيت واريد جنطتي أنا اعتدوا علي واريدك تجيب لي حقي لكن اللي داي يصير بالعراق مخالفات بالجملة والشرطة إذا حجة طلع لنا واحد وضربه أو اعتدى عليه أنا شفتوا مواطنة إذا تعتد على الشرطة لكن شوارع العراق صارت حسب ناشطين ما تعتبر من حقوق الإنسان هي ملك للجميع لا صارت حكر أو حكم القانون حكر على المسؤول ومواكبة وعجلاتهم الحديثة اللي أغلبها ما بها أرقام وصاروا ذول المسؤولين وحماياتهم وسياراتهم فوق القانون اللي مثل منه شرط المرور لأن أكثر من يكون على المحك ويمواكب المسؤولين هم رجالات المرور اللي عادة يأما ينصاعون إلى ضغوطات هاي المواكب بأحيان أخرى يكونون عرضة للاعتداءات اللي ينفذوها أفراد حماية هاي المواكب على الرغم من النصوص القانونية الصريحة بتوجيه العقوبة للمعتدين على رجال المرور لكن مشاهد الاعتداء عليهم متواصلة وتصدر من شخصيات تمثل القانون وسلطات الدولة الثلاث تشريعية قانونية تنفيذية وصارت الاعتداءات المتكررة على رجال المرور بالفترة الأخيرة ظاهرة مقلقة مثل اللي راحشوف واسه بالعراق وراء ما سجلت ارتفاع ملحوظ بوطيراتها من دون اكتراث من قبل اللي دا يعتدون إلى هيبة الدولة اللي يمثلها هذا الرجل وصار مشهد الاعتداء على رجال المرور خلال تأديتهم واجباتهم جزء من الحياة اليومية للعراقيين هذا كل فوضى يعيش هالعراقيين بسبب الناس اللي ذول دا يحموهم من المواقع اللي توثقت أخيرا أو وثقت هاي الاعتداءات مقطع مصور ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشره اعتداء جديد على شرط مرور بغداد من قبل أفراد حماية راكبين سيارة لاندو قروز مضللة ما بيها أرقام ما حد يعرف هاي المن من يملكها حماية منه دولة بثاني مشهد من النوعة خلال أسبوع تعالوا نشوف نانا المواطن قاعد يصور دولة أفراد الحماية مثل ما دا يشوفون شرطي بنصهم وأفراد الحماية يدفعون واحد يريد يضرب وجه الشرطي الثاني يدفعها هذا اللي دا يصير هو فرد حماية هو فرد حماية أوكي على عيني وراسي بس الشرطي فوقها المفروض الشرطي ينفذ القانون لما انفرد الحماية يخالف القانون الشرطي حاسبة بس اللي دا يصير بالعراق اليوم مثل ما دا يشوفون عركة بين الشرطي وأفراد الحماية لأن هذا ما يرضي يتجاوب وشرطي المرور يقول لك أنا ينفذ القانون هذا اللي دا يصير اليوم بالعراق ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود ويانا من تحسين البدري نتيجة طبيعية من يصير خريج السجون مسؤول بالدولة حسين شلش الربيعي مع الأسف هذا حال العراق بعد 2003 والسبب معروف الأحزاب تدخلت بكل شيء حتى تخلي المنتسب والضابط بس دي كور بالشارع حيدر العراقي هذه نتائج حكومة ماك ولي إلا علي وريد قائد جعفري وقاسم مجيدي يقول هستلقاء بمسؤول ما حد يقدر يحاسبه وإذا خضع للمحاسبة يلقوا لعذر وفقرة بالقانون تعفي بس أويلي على الفقير فكان هذا تعليق الناس على قضية اعتداءات أو تكرار الاعتداءات على رجال المرور تسببت مياه الأمطار مؤخرا بغرق الشوارع وانقطعت هواية من الشوارع بالإراق وصلت مياه الأمطار إلى مستشفيات ومراكز صحية وصلت إلى مباني حكومية وصلت إلى بيوت سكنية وصلت إلى محال تجارية أثرت مياه الأمطار على حركة السير والمرور بأكثر من محافظة وعرت موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة شبكات الصرف الصحي قدام أول اختبار حقيقي تشهد البلاد بهذا الشتاء بوقت أطلقت بيه حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياء السوداني اسم حكومة الخدمة على نفسها وأثارت تساؤلات عن مصير الاستعدادات المعلنة بالأشهر الماضية قبل حلول الشتاء بظل هروب السلطات الحكومية من مسؤوليتها عبر إعلان العطلة الرسمية إضافة من وضع حلول جذرية للحد من غرق الشوارع هذا كله ستشوفوه وبتفاصيل أكثر لن نشوفه لا تستحون هذا الجزائر مركز محافظة البصرة وحاطرين صوركم فوق الوسخ سبع سنوات ستة تحكمون والله إن شاء الله فرصة جديدة حتى نبين هذا وضعكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من أمام مدرسة الامامة الابتداعية في منطقة بن سعاد ومن أمام هذا الشارع المؤدي للمدرسة خطوكم اشتركوا في القناة 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 ونصاب هذه الانتخابات بمقتل المصادر أكدت أنه إعادة مجالس المحافظات هي صفقة فاسدة بالأساس رفضوها ثوار تشرين وتمت إعادتها من قبل قوة وعزاب سياسية استحوذت على مصدر القرار من أجل زيادة تمويل نشاطها من المال العام الغالبية العظمى من العراقين ما يوثقون بالقوة السياسية والميليشيوية المستحوذة على السلطة من احتلال العراق عام 2003 لحد هذه اللحظة وينظرون إلى المجاميع التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أنها جزء من كذبة الانتخابات المكشوفة السياق تصدر وسم قاطعها ولا تكون شريكا بالفساد ترند منصة اكس للعراق واللي اخترنا لكم بعض التغريدات من عندها عبدالله ليبي يقول يعيش العراق وسط قتلك كثر ووسط لا بهنية والمهم كل المهم أن يكون لي كرسي على جماجم المصلحة العامة وأن تكون الكروش بمصلحة خاصة ولو مات العلم وعاش الجهل سالما منعما في بلد يعيش على خليج وبحيرات نفط وخيرات لا تعد ولا تحصى عمار لبخاتي ندعو أبناء شعبنا من كل المناطق والمكونات إلى مقاطعة العملية الانتخابية الهزلية القادمة وذلك من أجل الحفاظ على سيادة البلد وحمايته من الأخطار وعدم تمكينهم مرة أخرى من ممارسة الفساد وغمط حقوق الشعب المنهوب أثير يناقضون أنفسهم بترديدهم لشعار من يمتلك السلطة والمال والسلاح هو الذي يفوز في الانتخابات وفي هذا إقرار أن الفساد هو محور العملية الانتخابية برمتها أثنان تقول مقاطعة الانتخابات تقلل من شرعيتها دوليا وداخليا وتقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا كانت هذه التغريدة واللي قبلها وغيرها على هاشتاغ قاطعها ولا تكن شريكا بالفساد مشاهدين الكرام هذا كان كل ما موجود في برنامج صوتكم عند رسالة وحيدة تقول بالنسبة إلى مدراء التربية أردحش عليهم أغلبهم الدمج جمعهم من الشوارع المزابل وقلدهم مناصب وكذلك بقية الوزارات والمدراء الوزارات عفوا والمديرين عامين شكرا لكم قناة الرافل شكرا لك أخي العزيز نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى يوم غد انتظروني في أمان الله اشتركوا في القناة